لو الاحتصرار من الاستمساعدات بسيطة ما أثرها لأمبوبة بل، فترة بسيطة ومش ما أثرها على وظيفة الامبوبة لانgroد الاستمساعدة نتيجة التهبات و الكهيرات دية يا فاندي هل هي أثرت عالجدار الداخيرة للأمبوبة؟ هي أثرتها على الخلاية التأتيتها من الداخلة Или لا؟ أثرتها على الاهداب وحركتها، inflammation 주는嗎 لو أثرت بالشكل دة فرص الحامل عنها تحصل الатиека جدا تنتخلص الانتهى القضية لان الحركة هتسلك الأنبو بقاه وهترجع مكانها لكن الحركة مش هترجعي وظيفة الخلايا دي وبالتالي مش هتقدي وظيفتها ما هي زالة عمل عينه ما بتشوفش بس ايه الجفت من أقول فانا فتحت الجفت مش هيشوف برضا بالضبط نفس السكرة يعني معنى كده العلاج للالتساقات يتم عن طريق أو يعني استكشاف الالتساقات عن طريق المزار الأشعة السابغة وبعض من التحاليل ده الحاجات اللي بنقولها في الأول خالص بتورين الأول شكله لكن طبعا زي ما انت فانا شوية التساقات لها متعددة مثلا لو التساقات دي نتيجة بتبجوه بتطعن تراحها بمهاجرة طب هل منظرها يحلها هرد عليك اه ممكن منظر يفك التساقات دي كلها ممكن يشيل الأكاس الدموية لكن بتطعن تراح المهاجرة بيتطعن تراح الموجودة عند هذه السيدة مش هتروح انا شلت الأكاس الدموية اه لكن هي دي حاجة موجودة عنده وبالتالي التأثير السلبي علي بتاعها ممكن يمتد اه ممكن يمتد في بعضهم لما منشيل التساقات دي بيحصل الحمل لكن في جزء ببير منهم ما بيحصلش حمل بس معنى كده ان اكتر تشخيص بيبين يعني مدى التساقات اه المنظر هو ده عشان دخلت بعناي شفت جوه غير كده لا مش متأكد اه مش متأكد بزاق مع دكتور طارق الجندي حلمك هيبقى حقيقة